استقبلت منطقة أثار سقارة المديرة الإقليمية لليونسكو يوريا سانز في إطار جولاتها التعريفية بالمنطقة وخلال الجولة تم استعراض أعمال الحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأسرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة وكذلك أخر الاكتشافات الأسرية بالإضافة إلى أعمال الترميم والنشر العلمي لعدد من المقابر التي تضمها المنطقة الأسرية وقد أعربت نورينا سانز عن إعجابها بما تم تحقيقه من إنجازات بالمنطقة الأسرية ومدى التقدم الملحوظ في جميع الأعمال التي تتم بها نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للأسر ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريج في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تم تجريبها من قبل البعثة بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر وتشير الدلائل الأولية التي تم الكشف عليها داخل المقبرة حتى الآن إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة عصر الأسرة الثامنة عشر وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة هذا وتواصل البعثة أعمال التوثيق الأثري للمقبرة بالكامل الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التحطيط المعماري للمقبرة بشكل واضح وكذلك لعناصرها الفنية